في ضوء واقع الحال والسلاح المنفلت وبعض الفصائل الخارجة عن القانون هل تعتقد أن وزارة الداخلية ممثلة بقيادة شرطة البصرة قادرة على التعاطي مع المسألة الأمنية في البصرة وكما وصفها وزير الداخلية مسألة الأمن في البصرة بأنه دون مستوى الطموة نعم يعني هو مؤكدا يوجد سلاح منفلت ويوجد مشاكل وتوجد تهديدات لكن بالمقابل عندنا أجهزة أمنية قادرة ولديها من الاستعداد والجاهزية والإرادة الحقيقية لأن تفرض الأمن وتشيع السلم المجتمعي في داخل مدينة البصرة هذه المدينة راح يكون فيها تركيز واهتمام من نوع خاص على اعتبار أنها محافظة مهمة اقتصادية محافظة ينبغي أن تظهر للعالم بشكل جديد يعني أعتقد راح يكون هناك إجراءات تتخذ بشأن موضوع يعني الانفلات والسلاح اللي هو خارج نطاق الدولة راح يكون تركيز على استراتيجية اللي بدت بها وزارة الداخلية اللي تتضمن جوانب عديدة وهكذا بالنسبة للتعاون مع المواطنين أيضا هذا موضوع مهم جدا بدأت بوزارة الداخلية وكان قبل أيام مؤتمر عشائري كبير جدا تم التوقيع على وثيقة فيها كثير من الجوانب الخاصة بأن تكون العشائر مساندة إلى جهود القوات الأمنية اليوم القوات الأمنية قررت أن تنفذ القانون دون محابات ولذلك هذا الموضوع يتطلب أن يكون المواطن على دراية وعلى تعاون مع أجهزة الشرطة